هذا العناصر اللي بتشارك النهاردة في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة تحديدا هل يعني هي اللي ممكن تفضل محتفظة بمكانها ولا ممكن مستماني على آخر وقت نلاقيه لا عمل تشكيلة جديدة بفكر جديد بطريقة لعبه مختلفة لا هو الراجل يعني ميثبت لحد ما التشكيل لكن يعني لو لقينا واحد أو اتنين هما دول اللي هيبقى يعني فيهم تغيير لكن مش هيروح يغير ناس تانية خالص ويلعب ناس تانية مثلا في الدول لا دايما اللعيبة اللي بتبقى رجلها في المعرب كابت النهاني عارف هي دي اللي بتاخد يعني ما ينفعش اللي انت تجيب حد بيبقى مثلا كان قاعد بقى له فترة احتياطية وكده وتيجي تلعبه مثلا برضو مهما كان دي بطولة احنا مش رحين نزها لا انت رايح برضو بطولة مهمة والناس كلها والعالم كله بيتفرج عليك وانت بطل أفريقيا انت رايح بطل أفريقيا فانت رايح ممثل نادي الجير ووراء الجمهور كبير فانت لازم اللي انت برضو لازم يعني تسيب بصمة هناك فاعتقد اللي المسلماني هيبقى مركز تركيز جامد جدا اللي هو عايز يعمل حاجة مع النادي الاهلي زي ما اخد بطولة أفريقيا مع النادي الاهلي عايز برضو هو راح قبل كده مع صندوان لكن لما يروح مع النادي الاهلي مع احترامي لصندوان لكن لما يروح مع النادي الاهلي اكيد دي برضو في السيفي بتاعه عايز يعمل حاجة كويسة للنادي الأهلي وعارف اللي النادي الأهلي عنده جمهور كبير جدا بيتفرج عليه وبيتابه فأكيده برضه عايز يزبط نفسه عند الجمهور طبعا الأفراد ما تقولش هيبقى فيه تغيير كتير على مستوى الفورميشن على مستوى الشكل تفتكر أنه ممكن على حسب الفريق يعني كان معنا الدكتور طاري الأدور وكان بيتكلم على فريق الدحيل أنه بيلعب طبيعي 4-3-3 أو في بعض الأحيان أخيرا بيلعب 4-4-1-1 أو 4-4-2 تفتكر وانت طبعا مدير فني ومدرب تفتكر ممكن الفورميشن نفسه يتغير للنادي الأهلي يعني إحنا متعودين 4-2-3-1 هل تعتقد أنه ممكن جوارد مستوى المسلمان يحط طريقة 4-3-3 أو يحط 4-1-4-1 ولا خلاص إحنا سبتنا على 4-2-3-1 من وجهة نظر أنا هو يلعب زي ما بينهي زي ما بينهي زي ما بيلعب وزي ما نهى كمان آخر مباراة 4-2-3-1 على حسب سر المباراة هي ماشية إزاي؟ ممكن يغير يعني ممكن لو ربنا كرامنا مثلا مثلا ده يعني مدرب عن مدرب بس ممكن يبقى في دماغه لأنه لو ربنا كرامني أكسبت واحد والدنيا ماشية معاه ممكن بعد كياه بشيل واحد من ده ملعب مسلا أنزل واحد في نصف ملعب ولعب مسلا تلاتة فندر في نصف ملعب شكرا لوا عشان لو امتلكت نصف ملعب الموضوع بيختلف هضمن المباراة لكن كبداية هيبدأ زي ما يعني زي ما بيلعب عشان لو دفعت من الأول وبينت لناس اللي عبا دفع من الأول هتضغط مش هتدافع يعني الموضوع مش انك بتعمل فورميشن عشان تدي اسلوب لعب انك بتدافع أو خايف يعني في وقت من الأوقات المسلماني غير طريقة اللعب ثلاث مرات على حسب نتيجة المباراة طبعا بتأثر بالشكل أو بآخر وكمان الشكل الفرق اللي قدامك فانت يعني في وقت اللعب تلعب بالرأسين حربة لعب مثلا محمد شريف ومروان ممكن يلغى اللي دوت في أول مباراة يعني ممكن يعمل كم فجأة فيه في مدربين يفكر كده عصي احنا لو النحي التاني اللي انا بكلم فيها كابتن لو حتة احنا عندنا في مصر لو تلعبت بتلاتة فندر من أول مباراة يقول لك ده نازل يدفع هي قاعدة كده عندنا فاصل حايفة يعني احنا تلعب لي بتلاتة في نصر ما لعب عني ممكن تلاتة ديت ما ليفر بول بيلعب بتلاتة وعند شكل هجوم رائع يعني بس احنا هنا في مصر احنا يعني ما بيبقى عندنا الهجوم بيبقى قليل شوي لما بنلعب بالطريقة دي الاتنين ما بيش بيكملوا احنا بنلعب بتلاتة فالتلاتة بيبقى واجباتهم دفاعية اكتر احس ان هو سبتين اكتر اه لكن ليفر بول لما بيرعوا بيلاقي مثلا ميلنر بيطلع هادم كان في برشلونة مثلا كان انيستا وجافي كانوا الاتنين بيطلعوا لكن احنا التلاتة فاندر يعني لو لعبنا ديانج والسولية مثلا يعني وحمدي فاتحي لأ يعني اولاية لما تلاقي حد هي طلع اه يعني التلاتة دورهم دفاعي اكتر من هجومي فهي بقى الناحية ان هجومية عندنا هتتأثر فانت طبيعي للجمهور والصحفين وكل مصر هتكلم يقولك ايه ده بيلعب بتلاتة في نصف ده عايز يأمن ده عايز يطلع تعادل هي دي لكن انا اعتقد اللي هو هيلعب زي ما بيلعب بشكله المعتاد يعني اه الطبيعي بتاعه وعلى حسب سر المباراة لو شايف عايز يرى